اشتركوا في القناة ثم مع موضوع انطفاء الشعلة الصغيرة أو الشمعة أو كما يسميها الكثير تختلف التسميات حينما تشعل الشعلة الأولى وترفع يدك عن زر التشغيل كما تلاحظون تنطفئ الشعلة الرئيسية ولا تستطيع اشتعال الشعلة الرئيسية في المدفأة هذا المشكل سنشرحه في هذا الفيديو وكيفية القضاء على هذا المشكل لمن لا يعرفون كيفية تشغيل المدفأة نضعه على وضعية النجمة هنا في اتجاه الخط الأبيض هنا كما تلاحظون ثم نضغط مطولا هذه وضعية الإدفاء في النقطة البيضاء ووضعية الإشعال هنا كما تلاحظون في وضعية النجمة كما تشاهدون نضغط مطولا حتى يخرج الهواء ويصل الغاز غاز الاشتعال ثم نضغط على أداة الإشعال مرة أو مرتين لتشتعل الشعلة الصغيرة الرئيسية الصغيرة أو الشمعة كما يسميها الكثير حين نرفع يدنا نقوم بتدوير الزر كما تلاحظون على القام لتشتغل منع معنا المدفأة كثير من الناس لما يرفعوا يده عن الزر الرئيسي تنطفي المدفأة ولا تثبت الشعلة الصغيرة كما تلاحظون أول شيء إخواني إذا كانت المدفأة تتوفر على حساس الأمان نتأكد أن هذه الأسلاك هنا المتصلة بحساس الأمان في خلف المدفأة أنها مثبتة بشكل جيد ولا تتحرك إذا كانت مثبتة بشكل جيد ننتقل إلى المرحلة الثانية إذا كانت المدفأة قادمة ولا تتوفر على حساس الأمان هذا في الخلف لا عليك ننسى الخطوة هذه هذا بما يخص المدفأة التي تتوفر على حساس الأمان نتأكد أنها متصلة بالشكل جيد ثم نأتي على يمين المدفأة لنجد هذا الغطاء يختلف شكله من مدفأة إلى مدفأة ومن شركة إلى شركة ننزع هذا الغطاء على يمين المدفأة في اتجاه زر التشغيل لنجد مكونات المدفأة الرئيسية كما تلاحظون هذه المكونات الرئيسية الخاصة بالمدفأة هذا هو البلوك الذي يتحكم في التشغيل والإطفاء وكل شيء في المدفأة وهذا هو الأنبوب الرئيسي الخاص بالإشعال لإشعال الشعلة الرئيسية من هنا يخرج الغاز الخاص به هذا الأنبوب الكبير أما الأنبوب الصغير هذا هو الخاص بإرسال الغاز لإشعال الشعلة الصغيرة أو الشمعة كما يسميها الكثير وهو متصل بأدات الإشعال كما تلاحظون أما هذا السلك الذي تشاهدون هذا هو التيرموكوبل هذا هو المسؤول عن إبقاء الشعلة يعني مشتعلة ولا تنطفئ حين ترفع يدك عن زر التشغيل هذا هو التيرموكوبل الذي تلاحظون يوجد بين شمعة الإشعال وأدات الإشعال التي ترسل الشرارة الكهربائية في الأعلى نحن إخواني لنتأكد أن الأعطاء الخاصة بهذا المشكل نأتيها مرحلة بمرحلة حتى نأتي إلى تغيير التيرموكوبل كما تلاحظون إخواني أنا أقوم بفصل هذا الأنبوب ليخرج لكم الأدات الإشعال أو الشمعة كما تلاحظون لتلاحظوا بعينيكم يعني كيف تعمل وكيف نزع التيرموكوبل وكيف تغييره في هذا الفيديو إخواني لا تنسونا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لتصلكم الفيديوهات الجديدة الخاصة بقناتنا وأرجوك تتبع الشرح حتى الأخير حتى تفهم الموضوع جيدا أخي الكريم ننزع براغي التثبيت الخاصة بفيوز أو الشمعة كما يسميها الكثير ننزعها خارجا كما تلاحظون هذه الفيوز الخاصة بنا هذا هو التيرموكوبل الذي في المنتصف أما هذه الإشعال هنا تشتعد الشمعة الصغيرة لتلمس التيرموكوبل هذا وحين يسخن يصل إلى درجة حرارة يعني يثبت الشمعة ولا تنطفئ معك هذا هو التيرموكوبل الأخواني هو متصل بالبلوك في الأعلى كما تشاهدون يمكننا نزعه من هنا في الأعلى وهو متصل أيضا بحساس الأمان في الخلف إذا كانت المدفئة متوفرة على حساس الأمان أما المدفئة لا تتوفر على حساس الأمان لا تكون متصلة به لاحظوا أخواني حين نشعل الشمعة كما تشاهدون هنا الشمعة الصغيرة تقوم بالتماس مع تيرموكوبل لتسخنه لكي يقوم بتثبيت الشعلة إذا لم يسخن جيدا فلن تثبت الشعلة معك جيدا فتأكد أولا أنه يلامس التيرموكوبل ثانيا نقوم إذا كانت المدفئة متوفرة على حساس الأمان نقوم بفصل السلكين من حساس الأمان كما تشاهدون لديهم براغ تثبيت نقوم بفصلهما ووضعهما مع بعض على جانب واحد كما تلاحظون نضعهما على جانب واحد حين نضعهما على جانب واحد ماذا فعلنا هنا؟ هنا قمنا بكأن حساس الأمان غير موجود إذا كان به عطل فأيضا المدفئة لن تشتغل حساس الأمان هذا نحن نقوم بفصله كأنه غير موجود ونضع الأسلاك على جانب واحد ونعيد تشغيل المدفئة إذا اشتغلت وثبتت الشمعة أو الفيوز معنا كما تلاحظون إذا ثبتت فالموضوع هنا حساس الأمان هو المعطل ويجب تغييره بهذا الشكل نحن نقوم بفصل هذا حساس الأمان كأنه غير موجود إذا كان معطل وفصلناه بهذا الشكل ستشتغل معنا المدفئة بشكل عادي ويجب تغيير حساس الأمان ثاني شيء إخواني نتأكد أن التيرموكوبل هنا غير مثقوب أو غير مهترئ فمن كثرة الاستعمال سيثقب هنا في هذا المكان ويصبح لا يعمل كثير من التيرموكوبل ليقوم بهذا المشكل يجب تغييره هنا في هذه الحالة ثانيا نتأكد أنه غير متسخ ولا يوجد به ترصبات ويقوم بنقل الحرارة بشكل جيد ثالث حاجة إذا أردنا تغييره وثبت أنه هو المعطل إخواني وليس حساس الأمان نقوم بفكه بهذا الشكل كما تلاحظون من الأعلى من البلوك نقوم بفكه ونزعه من ذلك المكان من البلوك ثم ننزعه من الأسفل لديه مفتاح ورقم ثمانية حسب أنواع المدفئات أغلبها رقم ثمانية مفتاح رقم ثمانية إذا كان جديد وركبناه نقوم بتثبيته أو ننزعه إذا كان معطل بهذا الشكل كما تلاحظون إذا أتينا بترموكوب الجديد وأردنا تثبيته لا نثبته بشكل كبير كبير حتى ينتهي الدوران يكفي هذا الشيء نزيده دورة أو دورتين يكفي لكي يعمل بشكل جيد ثم ننزعه من البيوز بهذا الشكل كما تلاحظون ونقوم بشراء تيرموكوب الآخر ونثبته كما نزعنا هذا التيرموكوب هنا إخواني للقضاء على مشكل البيوز أو الشمعة أو الشعلة الصغيرة لا تثبت معنا حين نرفع يدنا على الغطاء ها هو إخواني إذا ردنا تركيب تيرموكوب الجديد نديره بهذا الشكل باليد يدويا كما تلاحظون حتى يتوقف إذا توقف نزيده دورة أو نصف دورة بالمفتاح التثبيت ولا نزيره بشكل جيد كبير إخواني حتى يعمل بشكل جيد يكفي دورة بعد أن ندوره باليد إخواني يكفي هذا لكي يعمل معنا التيرموكوب إخواني كثير من الإخوان يعني يقومون بتثبيته عدة دورات وهنا لن يعمل معك حتى ولكن التيرموكوب الجديد هنا إخواني إذا نزعنا أنبوب نقل الغاز فيه نتأكد أنه لا يوجد فيه تسرب بعد إرجاعه ونرجع الأسلاك الخاصة بحساس الأمان إذا ثبت أن حساس الأمان ليس هو المعطل وأن التعطيل يأتي من التيرموكوب هذا هو شرحنا إخواني أرجو أن أكون أفدتكم في هذا الموضوع هو شرح مبسط وأرجو أنكم فهمتم الموضوع ترقبون في فيديوهات جديدة وقادمة عن أعطال وموضوعات جديدة على قناتنا قناة مي أن حقك أن تعرف أنا شرحت موضوعات أخرى عن كيفية تشغيل كيفية تنظيف وكذلك كيفية تبديل الزجاج المكسور في المدفا وكذلك كيفية التركيب كل الروابط تجدونها أسفل الفيديو إلى هنا ينتهي موعدي بكم شكرا لكم على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته